بسم الله ونخرجوا مسيمنات مالحين ومسيمنات حلوين وبعاجينة واحدة غادينخرجوا البيني والبورغر غير بعاجينة واحدة أما هالبيني غادين عمروه بوحد الحسوة للديدة والبورغر شيء اقتصادية وسهلة وضروري من شربة صحية أما التحلية فلو كراميل بدون فرن غير تلاجة وهنا طبا يجيين بالزيتون وقع قلوب سيبيسا مضاق المغربي بامتياز وجوج عصائر مختلفة منعيشين مضاق المغربي بامتياز وكيف لا ترونك هذه الأول سوف نبدأ على بركة الله بسم الله أول شيء سوف نبدأ بها هي التحلية خاصة برد مزيان تأخذوا كازيل سكر تقريبا 150 كرام وتضعها على عافية مهيلة لا تحركوها الأول وتخلوها غير على عافية مهيلة وبقى وحدها يقدر السكر لكم يتحرك تأخذوا أي أمور في الدار دهنوا بالزيت ضروري أنكم دهنوا المول ديالكم بالزيت باش فين تغيروا تحيدوا التحلية ما تلصقش لكم شوفوا السكر هنا باليداب غادي نحيده وغادي نخويه مباشرة في هذا المول وغادي ندودون صبو الخطوة الثانية يعني الكارابين مش الكارابين التحلية خلوه يبرد غير على بره ديالك الكارابين أبايدة وحدة وصع الشي ديال فاني وغادي نزيدوا عليهم السكر السكر حسب الضوغ أنا غادي ندود تقريبا ثلاثة المعالقة كبار في لتر ديال الحليب هنا غادي ندود لتر ديال الحليب باش تخرجين التحلية حجم عائلي كل شي يكون كل شي بي بشي شية كل شي يبقى يشوف فيه كندودوا غير نص الكمية ديال الحليب وكنزيدوا ثلاثة فلو ديال فاني ثلاثة فلو ديال فاني اللي كان عندكم هذيك ديال السكر ديروا جوج ولكن ما تديروش ثلاثة ديروا غير جوج والسكر ما تديروش هذيك اللي كان فيه السكر أما هذا ما فيه السكر الأولو غادي ندير ثلاثة وغادي نحرك الخليط ديالي مزيان 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 باش هذيك السكر يدوبية وهذيك البيضة تخلط ليها بعد ما حركت مزيان كان زيت الحليب تدريجيا يعني لتر دير الحليب بدرت في المجموع من الأحضر أنكم اللي كانت عندكم صفايا تصفيوه وعادة من كلكم طيبوه باش تحيدوا الشكل أنا صافي حركت مزيان بلما صفيتوا لأولو غاد نديروا فوق البوطة على عافية متوسطة ولكن متحركوش من حداها رضغية يفيد وتوسط خذيكم البوطة عاش حال مرهد هان هذي انا الفلو هادا طيب ما بقش نتقل بليه كان خوية مباشرة على هذك الكراميل اللي بعد ما برد تقريبا واحد شوش دقائق ثلاثة دقائق الوقت اللي كانت طيب لنا في هذيك الفلو هو كي برد يعني مش شي وقت كتير فلو هنا غير برد لي على برا شوية وحد نسف ساعات اخلتوا المجمد يعني باش يدغيه وجد ليه هنا را كان في المجمد يعني من وقت ثلاثة انا ادخلت الكوزينة مع ثلاثة هنا تقريبا سا خرجشو غاد نقدمو باش فيهمو مزيان ديرو في الوقت اللي غاد يدخلو الكوزينة توجدو الفطور هو اللوول وخلوه حتل الفطور هنا غاد نحيدو دقيقة تحيد عارتو علاج حذرنا الزيج في اللوول هنتم بعينيكم الكراميل كي بقالها تقل فوق شوية خلوه وهذاك الماء عادي كيكون في فلو را اي فلو كيكون فيه الماء ولكن ما ذاك ديالو ما نقوش لكم عليه جال ديد ديد بحالة كليك كتروم الحانوت وحسلم اللي كتروم الحانوت اما الكريم والفريز اختياريين ماشي ضروريين غير على قبلت صويرسي وضروريين ادير شوية من هنا وشوية من هنا هو كي تقدم كيف مدرتو في اللوول بحالة كي تقدم في له سافدت لي شوية النعناع وقادي ندوزو نصوبو العاجيلة السحرية باش كتار من السحرية هذي قادي تخرجينا الفيديو تخرجينا البورجر سوف ينفخرين نفس الشوية والبورجر سوف يأتي رطب ووشيش سوف يأخذوا كاز الماء وكاز الحليب يكونوا دافين معلقة كبيرة الخميرة الفورية 10 قراب ومعلقة سكر تقريبا معلقة ونصف السكر وسوف نديرو 800 قرام دقيق ابيض يعني بعد ما دوبت هذه المعلقة كبيرة الخميرة ومعلقة ونصف السكر في كاز الحليب وكاز الماء يكونوا دافين زيت عليهم 800 قرام دال الدقق ابيض بعد ما زيت 800 قرام خضيت نصف كاز ديل الزيت وشوي ديل ملحة وهذاك الكاز ديل الماء وكاز الحليب ما غديش اكثينا في هاد دقق ابيض يعني خاصة نزيدوها شوي ديل الماء سافيك اجمعها عادي كتكون عجينة خفيفة وما كتلصقش بزاف عادية بحال هكا شو ها؟ بحال عجينة البريوش خفيفة ولكن ما كتلصقش بزاف بزاف ومخفيفة وما سيحش بزاف ده انتب الزيت وطلقتها شوية غادي نخليها ترتاح وتضاعف الحجم ديالها بعد ما تضاعف الحجم ديالها غادي نخرج من الهواء اللي فيها وغادي نقسمها الحجم الكبيره نخلوه البورجر يعني العجينة الكبيرة نخلوها البورجر وجزء من هاد العجينة نخلوها البيني هي احنا بغينا العجينة ديال البورجر تكون تكتر من الحلو الحلو البيني تبارك الله كيخرج كمية كبيرة اما البورجر غادي نخرجوا منه عشرة البورجرات يكونوا حجم متوسط ولكن تبارك الله هره مش بيعي خرج منهم دابع عشرة القريسات كيف ما كتشوفوا في فيديو وكنساعد بالدقيق الأبيض على قبل ان هاد العجينة كتكون تلصق شوية ودابع غادي ندوزوا المرحلة ديال تشكيل البورجر اللي ساهلة كتاخدوا القريسة كتقرسوها شوية وكتحاولوا انكم تقبوها من الوسط ولكن شكل دياله زوين وكيجي شي حاجة مختلفة سنصب الكمية كاملة ونخليها تخمر وقبل ما غادي تخمر ضروري ندهنوها ببيضة غادي نشدوا بيضة نطربوها مزيان حيث العجينة بدلنا شفيع البيض غادي نطربوا بيضة مزيان وغادي ندهنوهم وناخدوا اي حبوب توفين عدنا عدنا جنجلان عدنا زرعة الكتان او تخلوهم غير بحلقة تدهنوا بالبيض وتخلوهم بحلقة والفران هنا سخون مسبقا غادي تتخنوهم زيان غير غادي تدخلوهم تخلوهم على 190 دراجة حتى 200 دراجة شعل عليهم غير ملتحت غير يبانوا ليكم شدوا في راسهم شعلوا عليهم من الفوق وهذا الحبوب ديال القرعة عارتوا هذه القرعة الحمر اللي كنت دلو فكتكسو هي هادي ولي كانت المعلومة للشيخات اه صحوها لي في التعاليق انا متأكد ان هذا القرعة خليج هاداك جوز اللي بقالية بالعجينة غادي اندوزو نصوبو البيني والخبز للبورجر غادي اندخلو الفراني طيب مزيان ودقرمل وراكن غايت تحرق نهية شو اللون ديالو كدير او لا مره نسيت بعدي ما تدير اريد صايم تاخدو العجينة ديال البيني وتبسطوها ولكن ما تكونش رقيقة بزاف وتكون لاسقة عليكم فرخامة يعني ما خلصتش تكون لاسقة فرخامة غاديلو الداقيق الابيض باش في انتهزو العجينة ديالتكم ما تكمشوا ما تلصقش ليكم وما يرجحش الشكل ديالها صغير هالشعلات ساعدوا بشوي ذالدق ابيض وتأكدوا بانها ملاسقة من التحت خليت اي سيركل متوفر عندكم كتحاولوا انكم تقطعوهم يكونوا شوية غلاد وما يكونوش رقاقة بزاف 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 يعني السمك ديالهم متوسط خليتهم يرتاحوا مدة 10 دقائق متفوتوهاش حيث خامرين مرة للولا كلوحهم في الزويتة سخونة على عافية متوسطة يعني سخمتها مزيان في اللول وخليتها دابع لعافية متوسطة غير كنتديرون كالرشو عليهم شوي ذالدزيت كتنفخوا اسهل ما يكون ساهلين ناجحين من اول السيمن ويمكن لكم تحصابوهم غير بحلقة يعني ما تديروش فيهم لا كريم لا غاديندير انا فيهم ولكن قاعد الناس اللي كلهوا هاد القرائسات تعجبوهم بزاف فكرهم في الصيف فكرهم في البحر البيني دا البحر في حيثهم سنحيدوا بكابلين وخيبا للكم خاضرين شوي من الجواني بيولو مره ما خاضرينش عادي البينيوه هادا كيكون لون ديالو بيد من الجواني بيالو ونصيحة متغفلوش من حداهم دقيقي طيبو راتقالبا واحد 6 دقائق 7 دقائق طيبو الكمية كاملة وتبارك الله كتخرج لكم كمية لبأس بيها هما سخان خاصهم ديروليهم فاني وندلو لهم السكر باش يرسق فيهم فاني ورسق فيهم السكر اللي جلنا لهم فاني حيث تعجينا ما فيها السكر وما فيها شي منسيمات اللي خليناهم لفاني غاديجونا عاديين هادشي علاج دلو لهم السكر فاني والسكر سانيده تقريبا نجمع علقة السكر سانيده وصلش يد الفاني وحركتهم ولكن متحركوا مش عجد غادي تهرسونيكم غير بشوية الخبز واه هادا كتغاد ينساه ولكن لون ديالو جو هادا كاك وليلا اللي بلكم لون ديالو مزويش قولوا اني يمسوا حالق خليلتوا احتبرد هنا اللي يدي فيها غير الكيتشوب حيث كنصوب هنا وكنصوب هنا غير كننظم لكم فيديو انا ردبرة كنطيف الطعجين طيار تقريبا طعجين هنا ولكن انا كنحاول فيديو يكون منظم ناخدو الكفتة تقريبا 400 جرام ديالت اللادن انا استعملت غير ديالت اللادن بتفص دلتومة انا دلت تومة بودرة شوية الكامون شوية تحميرة شوية ديالت البزار وسكن جبير وراني درت شوية التومة مجففة في بلاسة التومة العادية معي القصغير دلتحميرها الملحة والقصور والمعدنس هادا عطايا دلنا غير تحميرها سكن جبير البزار شوية دلتومة مجففة يعني عطرية اي دار متوفرة عندهم غير التومة مجففة ماشي دارورية دير وغير فاصد التومة خليش هاد المقايلة غادين هنا بالزيت ونشكلهم حلوكة دوائر عشوائيين يعني هاد البورغر هادو توجدو بعينكم غمضين مفيش كسرة القواب مفيش البصلة عسلوها ولكن مادق ديالو كيجيبنين را جاء شو نقول لكم طاب صعبين كنشكلو كيف كجيبوا فيديو كنحاول انني حسيبوا لي طابوا وكنقلبهم اما الكفتة دلت لادن انا ممكن لكم تعودوها بالكفتة دل بقري غير انا درتها كتعجابني كتكون خفيفة ذات لادن بعد ما تحسيت بهم طابوا سنأخذ فرماج جلدهم ونضرهم من فوقهم غير يبال يكون الفرماج بديدوب ستتحيدوهم وانتخلو تلك الفرماج تتحرق مباشرة تحيدوهم كتأخذوا خبزي لكم بعد ما قطعتوا على الجوج سنأخذ المايونيز المايونيز مع العلقة صغيرة كتدهنوهم باش يجونا هاد البومبرغر رطبين وفيهم ليصاص حيط الوليدات ما يبغوش يأكلوه لكم بلا ليصاص نأخذو الخص اختلتوه مزيان ونشفتو من الماء وغادي نزيد الكفتة ديالتنا وغادي ناخد مازال بغاشوا تديرو معطيشة ديروها انا ما بغاش ندير معطيشة يعني غادي تديروها من فوق الخص عادي يمكن لكم ديرو هالكفتة خديت شوية المايونيز وصافي وغادي نسدع ليهم كنقدموهم صخان بالصحة والراحة بالنسبة للبرغر راني صوبتم حتى هالعشية غير الفيديو كنعود اكد لكم منظم باش انتوما بشوا الوصفة ما تضوخوش وقلوا لي يحتى تقلوا يفتع لك يجاكم الوصفة دياليوما وخاكتار راهم ساهلين غير يباليو لكم حلها ككرا مساهلين غير بعجينة واحدة كنخرجوا هذي وهذي وانتوما يمكن لكم تكتافوا غير بشهيبة واحدة انا ماشي ضروري هالكيمية كبيرة غير انا كنعود اكد لكم كنفطر معايا ناس خاصة نوجد لهم في طور ديالهم وصدقون يا احبابي حاجة مكتشيط من هادشي را تبارك الله احنا غير احنا في الدار را كنين دراري يعني خمسة دراري ودراري امشبح العيالات هيكلوا بزاف اسمعني انا يا كني وعادة فوض عزالين باكلة وعادة كنعطين الناس بحلو كنسيطين فطورهم تبارك الله كل شي ناشط كل شي فرحان كل شي شبعان اخذيت جوج كيسان الكريمة السائلة كل كاس في ميتين ميلي يعني في المجموع 400 ميلي ديال الكريمة السائلة ديالت عليها جوج معلقات كبار ديال الشوكولة للدهن وطلعتها وعمرت بها هاد الميني بعد ما سكيتم بالموصر ارشو بعينكم مرمخاوين من الوسط وكنقدموهم اندوزو نصوبو توجيين بقى عقل لوب سي بيسا اللي كيجي رائع معلقة ديال سكنجبير نص معلقة ديال بزار ومعلقة صغيرة عامرة ديال خرقوم معلقة صغيرة ديالقى عقل لوب سي بيسا نخلطين معودياتهم يعني مطحونين شوية ديال ملحة وثلاثة الفصوص زلتومة غراهم والقصبر والمعتنوس وغادي نزيدو المليحة رادي رتحتها ايايا وهاد ضامة زعفران يمكن لكم تعودوها بالزعفران العادي تديروه في المسخون وتخلوه حتى يتلق وتزيدوه مع العطرية نصف عصير حامضة والقصبر اليابس كيعطيه واحد لمادق زويل هاد طابق مالح ماشي بالزبيب والبصلة غنضيروه بالزيتون والحامض كنحاول ان النوى عندلكم طواجينات متنوعين كناخد الماء وكنزيد شوية الهريسة غادي نساها كنخلطو خليط ديالنم زيان وكنزيدو الدجاج انا اخذ ديت غالب خيادات الخاص الخاص السامن ديالنم تقريبا 40 درهم الكيلو ما بين 45 درهم حسنا 40 درهم الكيلو ناخد الطواجيد السيمو ديب الطواجيد وغادي نزيدو هنا واحد البصلة محكوكة تكون كبيرة هي اللي كدعطينا الخطورية للطاجين حكوها وخلوا بصلة غير قطعوها يعني جوج بصلة تساملت فيها الطاجين هذيك الشرمولة حطيتها من فوق وغادي نشعل عليه البوطة ونخليه يتشحر مزيان قبل ما يتشحر قد نزيد عليك البصلة اللي قلت ليكم قدرت بصلة محكوكة كبيرة وبصلة مقطعة قطع عاديين قدرتها من فوق وغادي نخلي حتيه يتشحر مزيان 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 عادي مكلي ينزيد عليهم المكونات الاخرين هنا الدجاج تلق اليلمة والبصلة تلقات اليلمة غادي نزيد معالقة صغيرة ديال السمن هذي السمن انا اللي مصابوه غير في الدار يعني زوين زوين بزاف انا نخلي لكم الفيديو كتبوا غير السمن سيمو ستارس زيت عليهم ربع كاز ما بين زيت العادية وزيت الزيتون نخلطين مع بعضياتهم يعني زيت الزيتون اكعتو حد مضاق زوين هذي طويشين ناخد الحامض مسير ونخضروه بالزيتون الخضر ونخلوه على عافية مهيلة ما تديره لا ما لا والو وخلوه على عافية مهيلة اكد لكم باش ميتحرقش لكم الجاج ملتحت ونزيد الزيتون انا كنت غاد ندير الزيتون المثلالة او زيتون الحمر ولكن ما متوفرش عندي دلت غير هاد الزيتون اللي محيد لين عدم من الوسط هنرى طعب شوفو تقريبا واحد ساعة ونصف حتى الساعتين خلوه على عافية مهيلة وغدا يتعلق لكم شوفوا التعليقه كديره هذيك البصل اللي بحكوك اللي درنا هي اللي اعطاعتو التعليقه ندوز ونصبو العجينة لغاديت المسمن غاد تخرجين المسمن حلو والمسمن المالح خمسة كيسان دقيقة ابيض هيا خمسمائة جرام دقيقة ابيض معلقة كبيرة ديل الخل وبيضة وغاد نزيدوا عليهم معلقة كبيرة دل السكر معامرش يعني غير شوي دل السكر ديرو خمارة غاد نديرو غير نص ديالها يعني معلقة صغيرة دل الخامير ديال حلوة ووجوج معلقة كبار ديل زيت العادية ماشي زيت زيتون غير زيت العادية شوي دل ملحة وغاد نجمعوها بالماء بارد او دافي لكم الاختيار هاد العجينة لا تكون خميرة الخبز يكون فيها غير خميرة الحلوى والناس الذين يجبون خميرة الحلوى اختيارية لا تجمعها كيفما يكون بالمبارد او المدافي لكم الاختيار بعد المدلكتها القوام دياله وهو هذا قاسعة شوية بحال عجينة البريوش هذي قاسعة سنضيفها في الميكا ونجعلها ترتاح نصف ساعة ساعة لكم الاختيار بعد ما ارتاحت نشكل غريسات انا سنشكلهم كامل غريسات وحتى الاخر سنضيف جزء مسمى جميل وجزء مسمى مالح هنتم مقدوم على هذه الطريقة مصغر مكبر تحكموا في الحجم انتوما انا درت 17 غريسة ونخرج منها 7 مالحين و7 مالحين جاسية هذيك سنأخذهم بعد ما ارتاحوا نحاول ان نقرسوا محلم سمنان مرابعة ضروري هذه المرحلة كي يجبونها مورقين كنساعد وغير بالزيت وشوية الداخر ابيض انا عطيتكم هذه المكونات اللي متوفين في اي دار مغربية يعني ما غاش ندير الزبدة حاول الانانين ندير غير الزيت وكيجوا مورقين وغادي تشوفوا الشكل ديالهم بانهم كيجيوا مورقين واللون ديالهم زوين تقولوا ديرين فيهم الزبدة احنا ما ديرين لا زبدة لوالو كنحاول الانانين نسريح هذيك المسمنة مزيان حتى تبليكم الرخامة كتساعدوا بالزيت ضروري ديروا الزيت وشوية الدقيق ابيض من الوسط او انشاء لكم الاختيار ندوزوا هنا نصوبوا الحشوة ديال الحلو كنت اخذوا اشتفاحات تقطعوهم بقشور ديالهم بكل شي لهم شوية ديالت السكر تقريبا جوج معلقات نص معلقة ديالت القرفة والصاشي ديال الفاني او الزهر الضوق اللي اعجبكم ديرو انا دير صغير فاني حيث مواني نظر مكعجبوه مش الزهر بزف خديت معلقة صغيرة ديال كونفيتير ديال حلوة يعني الكونفيتير السائل ديال حلويات المشماش ويمكن لكم تديروا اي كونفيتير او المربق متوفر عندكم فريز لكم اختيار كنشكلهم على هاتشكل وكنناخد شوية ديالت حشوة يعني تفاح نعمرهم على الطريقة نجمعوهم وهنا الفران سخون مسبقا على ما بين 190 درجة حتى 200 درجة سخون ملفوقهم بالتحت غير كندخلوهم كيشدوا فراسهم غير قبلوا لكم شدوا فراسهم ماشي يطابوا وشعلو عليهم ملفوق كندهنوهم بالصافر البيض وكندخلوهم مباشرة ما كيخمروا لوالو حيث ما فيهاش الخميرة هاد العجينة بعد ما طابوا هنا ربقي خاصهم بطياب شوية يعني خاصهم يتحمروا غاد نعاود نتدخلهم يتحمروا شوفوا نفخوا وتقولوا دانا فيهم الزبدة ومورقين جاو هنا خليتوا يتحمروا مزيان غاد نقدمهم في طبق التقديم وغاد ندوزوا معاكم الحشوة ديالت المالحين ومال احسن هاد الحشوة غير تعجنوا العجينة ديالتكم وتخلوها ترتاح وصوبوها خاصها تبرد ضروري انها تبرد خليت كمية درزيت تقريبا واحد ثلاثة معالقات بصيلة كبيرة انا غد نستعمل معاكم حشوة بكمية قليلة قد هديكم مسيمنات يعني قد سبعات المسيمنات بصيلة كبيرة درت عليها شوية الملحة غير بنت ليها بتاعش خليت خيال زوو وحدة وقرعة وحدة وفلفلة وحدة حمراء وخضراء ولكن هادو فلفلات صغيرة وريد اللي كانت عادكم غير فلفلة كبيرة ديرو غير وحدة صافي لا ما تديروش فلفلة بزاف القصبر المعدنوس وكان حرقهم حتى يتبدل لون ديالهم يعني طيبوا فعادي بكل ينزيد عليهم العطرية شوية البزار راني درتوا الشو وشوية دلت حمراء وشوية ديال كامون والكامون ما تكترش منو ديرو غير نص ماهالقة الناس اللي بغي يديروا علبة دلتون يديروها الناس اللي بغي يديرو الكفتة يديروها الكفتة اللي كانتو غاد يديروها قبل ما تديرو العطرية يديرو الكفتة انا غاد ندير غير طون علبة دلطون شعرية صينية تقريبا خمسين قرام خويت عليها المسخون بحل غنطيب وقاتها خليتها تقريبا وحد خمسة طقائق بانت ليها غير طابت حيتها ملك المسخون ودرتها في الصفاية حتى الصفات وعذا قطعتها وزيتها المكوينات شوية دلزيتون علبة دلطون درت معلقة كبيرة دلجبن هاتجبن يعني اي جبن عندكم يمكن لكم ديره غير جوج فرماجة ووجوج معا القبار دلالكيتشوب وكننحركوا الخالد دلنا علجلنا الفرماج ودرنا الكيتشوب غير باش تلدد لنا هاتجبن ودرنا وليلاحظتوا باننا مدرناش فيها شي مكونات لي كتار بزر رايم كلكم ديروا حتى المايوانيز اللي كان متوفر عندكم انا كتافيت غير بالفرماج والكيتشوب خليد هات المسيميلات يعني سبعات المسيميلات غير نعمرهم مزياد 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 هاتو دلتهم طون كيما قلت ليكم طون ديل الزيت صفيتوا من الزيت وليحتوا في هاتي الحشوة كنشكلهم على هات الشكل وكان الفران كنطيبهم حالة طيبة المسمن الحلو ندهنوا من صفار البيض وندخلوهم وبعد ما نخرجوهم كنقدموهم بالصحة والراحة حتى تقولوا لي كيفاجاكم هات المسمن شوفوا كيف يدير قرمشين ومورقين بحالة يديرين فيهم الزبدة ومصايبينهم بورقة دياد البسطيلة نحن نصايبينهم غير بالعجينة ارى منقوش لكم على احد الماداك جاهديهم رائع كننا اخذوا شوية الحامد نديروه في شوية التحميره بحالو كان نغمصوا في التحميره ونحطوه على قبل الشكل نسلقوا ليباد ليباد خذيت انا كيلو ارى ما نديروش كيلو ارى ننقص منها حيط اليوم ان شاء الله بحولينا بغنصوا بحد الويطة ونخرجها واحد الناس بغاوها سلقت انا ليباد في كمية كبيرة يعني ديرو غير 500 جرام نص كيلو غازيتك فيكم وتشير بسلقوا 500 جرام ديالة ليباد يعني وحدة يلوها في الماء كي تجالب مع شوية الملحة غير يبال لكم المبدي تجالب عليها حسبوليها عشر دقيق ما تفوتوهاش حيدوها من ذلك المسخون وديرو عليها المبارد في شيكسكاس وصفوها من الممزيان وزيدو عليها شوية درزيت باش ما تعجنش ليك ودابا غا دينوز نصوبول بشاميل حمرة كتاخذو زلافة مع مراجل سلسة طماطم معاها شوية دلمة ورقة السيدنا موسى وزويتو المليحة غاز بلليكم طابت هاتي كماطيشة حركوها وزيدو عليها القصبرون المعدنوس العادي وشوية ديال البزار وشوية دلت حميرة معالقة دلت حميرة ومعالقة مع مراجل البزار والقصبرون المعدنوس وتحركوهم وهذا المرحلة للدقيق الأبيض خاصكم تكونوا سريعين تزيدوا جوج مع الكبار للدقيق الأبيض على هاتيك سلسة طماطم وتحركوا مزيان غير تديرو الدقيق الأبيض تحرك باش هذا الدقيق ما يتكورش ليكم لكن بياد خلط اليدوي خاصكم تحركوها بحل هذا ما دقيق ديال هواعر شاركتها معاكم العام اللي فات وعجبات الناس وغيرت نشاركها معاكم هذا العام بعد ما بان لكم الدقيق الأبيض صافي تخلط كتزيدوا نصف لتر ديال الحليب هاد الكمية ديالت نصف كيلو ديالت لبا وتقو تحركو 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 أما لما كانت عندكم تومة سلسة طماطم را يمكن لكم تعوضوها بثلاثة المعالة الكبار طماطم مركزة مع الماء مع زلفة ديالما أما ماطيش العاديم تديروهاش را ما كتجي زوينة وسلسة طماطم راها موجودة بعد ما طابت لي هاد البشاميل كنزيد علبة ديال الطون ماطيشة والزيتون الكحل وكنعاود نحرك مزيان سوف ينفع عليهم البوطة ولكن حتى يطيب لنا البشاميل عادي نزيد الزيتون والطون غادي ناخدوا الليبات اللي دهلناها بالزيت اخذيت كمية تبارك الله نصف كيلو هنا وغادي نزيد عليهم هذيك البشاميل الحمراء غادي نحاول ان نخلطها مزيان عادي مكل ينديرها في هذيك المول هاد المرحلة غير باش نتأكدوا بان الليبات لبسات لنا بالسلسة الحمراء هذا هو مكان دورتوا بهذا البول اختياري ممكن لكم ديرو في اي مول متوفر عندكم وشاطلي هنا شوية كنديروه من الفوق كنخلي داروري شوية نديروه من الفوق شوية الفرماج وندخلوا الفران يتحمر من فوق ومن تحت هذا هو الشكل نهائي ديالها كيفاش كتولي مقرملة ومعلكة ومدق ديالها الليد الليد ندود نصبوه الحسوة اللي كبرنا بها انا بالنسبة لي هذي الطريقة ديت الواليدة ناخد شوية زيت زيتون زيتون او زيت عادية بسيلة محكوكا شوية ذي الملحة وشوية ذي البزار ومعالقة صغيرة ديال خارقوم معالقة صغيرة ديال سكنجبير يعني هاد المعالقات شراء نص زيالهم يكونوا صغار ونص زيالهم وخطموا معالقة صغيرة غير نص زيالهم نحركوهم زيان ونزيد عليهم ثلاثة الماطيشات محكوكي هذي كدار فيها غير ماطيشة عادية ماشي داروري سلسل طماطم اللي بغيش تديروا سلسل طماطم رايب كلكم ناخدوا معالقة ديال طماطم مركزة غير علاقة باللون اما الماداق رادنا العطرية اللي قد عطينا الماداق غادي نصد عليهم حتى تبلية ديك ماطيشة طابت داروري انها ديك ماطيشة طيب باش مجيناش مع النزة في هاد الحسوة بعد ما تخلط لي الخالي ديالي مزيان غادي نزيد عليهم الماء الكمية اللي بغيتو وناخدوا البلبولة ديال الشعير الرقيقة ممكن لكم تديروا الغليدة حتى هيك تجيزوينها هنا القصبر المعدنوس كتغادي نساه دارتو بالنسبة لبلبولة غتديروها مباشرة بعد ما دارتو المبارد باش متعجنش ليكم وبتوقوا تحركوا 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 داروري انكم تحركوها حيث البلبولة كتهابط التحت والهابطات التحت هاتي تعجلينا ويولوفوا حتى كركيبات مرقوش ليكم عليهم معرفنا بوش البلبولة والعجينة خليطة طائب يعني طائبة صافي هذيك الحسوة ناخدوا العاصر العاصر غتتاخدوا جوج بانانات ونص كيلو ديال الفريز يعني الفريز الكمية اللي بغيتو ولاتر ديال البن ماشي الحليب البن والسكر هذيك اللقطة مشاتلية فين خويت للبن الفريز البانان البن والسكر نعمروا القراءة ديالتنا نقدموها باردة ناخدوا الباربة تقريبا شوية الباربة ماشي بززاف تكترش من الباربة بززاف جوج ليمونات كبار او ثلاثة ليمونات صغار وياغورت ديال الخوخ او الفواكه الاستوائية السكر على حساب الدوق درت تقريبا ثلاثة معلقات المبارد وكنطحنوا الخليط ديالنا يعني العاصر كيجي الليد وهذيك العاصر ديال البن والفريز حتى وكيجي واعر وكنت شاركت معاكم هذي الفريز واللبن في بدايات ديال القاناة يعني حال من عذاباشي ثلاثة سنين وعودتوا معاكم اليوم اللي رجعتوا غتلقوا هذي العاصر عندي والمساند رسمي ديال النشنا هو هو وقتا يدي بكرة الحاوة والألالين نشارك معاكم بريد ديالاتي كنديله السكر والنعناع لمنقام الفليو بسم الله بني ذات لي شوية ديال الشوكولة صوص شوكولة اختياري كنقدموا الأطباق ديالنا كل شي سخون كل شي لديد هنا لحسوة ما نقول لكم جاتبنينا بنينا بززاف هذا من الأطباق ديالنا هو الأدن في أدن داب سمعوكم الله وكبر فصحة بطوركم بسلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم على الأدن قد قد الناس اللي كتسولوني السيمو معاش كتدخل أنا غالبا كندخول معي الجوج أو ثلاثة اللي تعطلت تعطلت كندخول معي ثلاثة الكوزينة ديالة النهار ماشي ديالة الليل ديالة النهار بالنسبة لتقطاع وذلك الشي كنقطعوه قبل ما كندن صور كنوجدو حدايا كنحطو حدايا عاف راسي شنو قد نطيب اليوم أما المعنات كيخصولهم لي فؤاد أو إسماعيل أو ياسين يعني كتعاونوا معي في المعن أما أنا كنطيب هاتشي كامل بحدي كل شي هاتشي كنطيبه بحدي الوالدة رأتايم ما قلس حدايا في الكوزينة وكتودسني وكموندسها لا خليليكم والديكم هادو بأشكال أطباق وبالنسبة للوقت رأما كنتاني بحليب حال الناس رأما كنمشي نهار كامل وأنا في كوزينة كندخل ليها وقت محدد كنسالي ودارو الإنسان خاصو يكون خفيف في الطياب حل دا بأنا ولافت على الطياب كيجيني هاتشي سهل ماهل وماليف على تمارا كنتخدام حضر ريسك حتى كنفطروا الناس كاملين عادة حين احنا كنفطروا هاتشي الياج كتجيني عادي بحال هكا وعمرني ديما كنسالي مع الوقت ولقبل ما الوقت هادو هما أشكال أطباق ديونا تمنى أنكم تجربوهم صدقوني أي حاجة شتوها كتجيبنينا مفكرتكمش باللايكات ومسيتهم اللي باقي مخلشي لايكي خليلي لايك لا خليليكم صحيحتكم ويطور في عمركم وشو هنقول لكم ورا انتم عائلة ديالتي وسنبغيكم بزاف هذا هو الفيديو ديالنا هادو مش هوات ديولنا فلو كراميل وهذا الشكل نهائي ديالو ودابا غادي نقول لكم السلام عليكم يا أحنا متتبعين السلام عليكم السلام عليكم